بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة ان شاء الله هنتحدث عن الدرس الاول من دروس الادب لصف الاول الثانوي في الفصل الدراسي الثاني وهو تحت عنوان الادب في العصر العباسي بداية هنتحدث اليوم عن ملامح الحياة في العصر العباسي هنأخذ الدرس على نقاط تنكدأ اسئلة واجابة اول سؤال متى قامت الدورة العباسية الدورة العباسية قامت في عام 132 هجرية وذلك بعد نجاح ثورة ابي مسلم الخرساني ضد الامويين السؤال الثاني كان لنجاح ثورة ابي مسلم الخرساني نتائج مترتبة وضح ذلك طبعا النتائج مترتبة على نجاح ثورة ابي مسلم الخرساني رقم واحد قيام الدورة العباسية رقم اثنين نقل العباسيين مقر الخلافة من دمشق الى بغداد بالعراق سؤال رقم ثلاثة ما الذي ترتب على نقل مقر الخلافة من دمشق الى بغداد الاجابة طبعا تأثر العرب في كثير من امور حياتهم بالحضارة الفارسية التي كانت منتشرة في ايران بالقرب من العراق ما مظاهر تأثر العرب بالحضارة الفارسية الاجابة تأثر العرب بالحضارة الفارسية من الناحية الاجتماعية والناحية الدينية في الناحية الاجتماعية ظهرت حياة الطرف والبزخ في بناء القصور تشاهدها الخلفاء العباسيون ثم بعد ذلك تقليد الفرس في أنواع الأطعمة والأشرب والملابس وغيرها أما من ناحية دينية فقد انتشرت دعوات دينية غريبة على المجتمع العربي مثل الزرادشتية نسبة إلى زرادشت والمانوية نسبة إلى ماني والمزدكية نسبة إلى مزدك كما ظهرت حركات الزندقة التي تعرف بالتحلل الديني والخلقي السؤال هل يعني انتشار تلك الحركات الدينية الفاسدة والمجون الذي شاعبين كثير من الناس أن المجتمع العربي أو العباسي كان منحلا الإجابة طبعا لا وإنما اقتصرت هذه الدعوات على طبقات وفئات محددة من ذلك المجتمع سؤال رقم خمسة ظهور علل ظهور دعوات للزهد في العصر العباسي الإجابة عندي ظهرت دعوات الزهد كرد فعل الحركات والطيارات الفاسدة الداعية على المجون والزندقة حيث نجد أنه كما كانت تمتلى الخمارات بالمجان كانت تمتلى كذلك المساجد ببعداد بالعباد والزهاد والمصلين علل الظهر العصر العباسي بثقافة الأمم الأخرى الإجابة لأن العرب هضموا تلك الثقافات وقاموا بترجمة هيا سؤال البعد بما تعلل ظهور علم الكلام في العصر العباسي طبعا ظهور علم الكلام نظرا للجادة الذي اشتد بين المسلمين وأصحاب الملل الأخرى قد تزعم عن ظهور هذا العلم طبعا ظهور فيها من الناس أطلق عليهم اسم معتزلة للرد على الملاحدة واتسع الدراساتهم مما أدى إلى قيام فلسفة إسلامية سؤال ما مظاهر ظهار الثقافة الدينية في العصر العباسي طبعا الإجابة رقم واحد اهتم العلماء بتفسير القرآن الكريم وإعرابه وأوجه إعجازه رقم اثنين ظهور المذاب الفقهية الأربعة رقم ثلاثة الاهتمام بعلم الحديث ورواته وظهور كتب الصحاح كصحيح البخاري وصحيح مسلم سؤال لبعده كان للعلوم الغوية والأدبية مكانة المكان من النهض العلمية في العصر العباسي وضح ذلك الإجابة ظهر في البصرة والقوفة مذهبان لغويان يهتمان بالتأصيل للدراسات النحوية واللغوية ظهرت مذاهب أدبية متنوعة تعددت الأغراض الشعرية بظهور الجديد منها تجدد النسر وتنوع بين الخطابة والكتابة سؤال لبعده ظهرت في العصر العباسي حركة تدوين فما العلوم التي دونت الإجابة العلوم التي دونت هي علوم الأوائل وتصنيفها وشروحها من علوم دينية ولغوية ونقضية وبلاغية أما آخر سؤال فطبعا بنقول مددور الذي قام به قلم الترجمة في العصر العباسي طبعا يرجع الفضل في نهضة هذا النوع منه أن من هذا النوع من العلم اللي هو علم الترجمة إلى هارون الرشيد الذي أسس دار الحكمة واهتم بها بعد وفاة ابن الخليفة المأمون حيث أسمى في نقل العلوم المختلفة من العربية وإليها وبكده نقول قد انتهينا من ملامح الحياة في العصر العباسي على أمل أن نستكمل سمات الشعر والنسر في محاضرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا